ولمزيدا من التفاصيل والمستجدات تنضم إلينا مراسلتنا من لبنان جوانا ناصر الدين مرحبا بك جوانا ما هي آخر المستجدات الميدانية في جنوب لبنان مساء الخير محمد اسمح لي قبل أن ألخص الساعات الأخيرة لهذا اليوم الدامي على جبهة الجنوب اللبناني أن أبدأ بهذا الخبر العاجل الذي يصلني بهذه الأثناء من سكان من منطقة الهرمل هناك أصوات قوية جدا يسمع صداها في الهرمل في البقاع المعلومات الأولية التي توفرت لرؤية أن هناك قصف إسرائيلي يستهدف سوريا وربما صوب ريف القصير من الأجواء اللبنانية هناك أصوات كبيرة تسمع في الهرمل وليس فقط في الهرمل إنما أيضا في عكار هذه هي المعلومات الأولية التي تصلنا بشكل عاجل وأيضا هناك أصوات تسمع في إقليم الخروب قد تكون ناجمة طبعا عن جدار للصوت خصوصا وأن إقليم الخروب يقع على ساحل منطقة الشوف اللبناني وهي منطقة بعيدة عن الاشتباكات أيضا في خبر عاجل قبل قليل أن صافرات الإنذار تدوي في أكثر من مستوطنة في الجليل الأعلى بسبب الاشتباة بصواريخ أو مسيرات تطلق من لبنان باتجاه هذه المستوطنات كما أيضا صافرات الإنذار تدوي في كريات أشمونة أسمح لي أيضا أنقل هذه الأخبار العاجلة أول بأول أن الأصوات التي تسمع حتى في إقليم الخروب ناجمة ربما عن القصف الذي يطال سوريا وبطبيعة الحال سيتتحدد مع علمه خلال الفترة المقبلة أو الدقائق المقبلة لنعلم ماذا يجري ولكن هذا ما يجري الآن إذا أردنا أن نختصر وبالإضافة إلى كل ما تحدثت به في هذا الخبر يمكن أن نقول أنه بالفعل كان يوما داميا على جبهة الجنوب اللبناني اللافت اليوم كان حرب مسيرات يمكن أن نطلق أنه يوم المسيرات بامتياز غارات بالجملة بمسيرات للاحتلال أطلقت على أكثر من منطقة لبنانية اللافت اليوم أن مناطق جديدة لم تكن ضمن لائحة الاستهدفات تستهدف للمرة الأولى خصوصا عيت الجبل في قضاء بنت جبيل هناك ثمانية شهداء هذه هي الحصيلة لهذا اليوم الدامي ثمانية شهداء من بينهم طفل في السابعة من عمره هذا الطفل كان يركض للقاء خاله ويبدو أنه كان عنصر في حزب الله وأطلقت عليهم مسيرة صاروخا فقضى الأثنان بهذه المسيرة في عيت الجبل هناك ليس فقط أربعة عناصر لحزب الله سبعة عناصر لحزب الله استشهدوا اليوم في هذه الغارات وهو رقم كبير وعالي جدا مقارنة مع الأيام الماضية بحيث كنا نشهد فقط ربما استشهاد عنصر أو عنصرين اليوم كان هناك استهداف واضح على احتلال الإسرائيلي يتحدث عن ثلاثة قادة ميدانيين استهدفهم اليوم في هذه الغارات على الجنوب اللبناني في المقابل أيضا كما ذكرت حزب الله نفذ اثنتين عشرة عملية اليوم بين صواريخ واستهدفات بمسيرات انقضاضية وبصواريخ كاتيوشا على قواعد وعلى تجمعات لجنود الاحتلال إذا أردنا أن نختصر هذا اليوم نتحدث عن تصعيد كبير على جبهة الجنوب بالفعل وتصعيد خطير جدا قد ينذر بالأسوأ خصوصا وأن حزب الله وبحسب مصادر سياسية لا يعطي هذه المفاوضات أو المفاوضات التي تجري وتتعثر أي أهمية لأن الحرب على جبهة الجنوب مستمرة وبوتيرة عالية جدا والحشد حشد الاحتلال الإسرائيلي لقواته على جبهة الجنوب لا ينذر أبدا بأن الجبهة تحدى أو متجهة نحو التهديئة لا بالعكس نشهد استهدافات كبيرة في العمق اللبناني وفي مناطق بعيدة تماما عن مناطق الاشتباكات نشهد إذا أردنا أن نقارن وضع الجنوب يمكن أن نتحدث عن مناطق حدودية بالكاملة سويت بالأرض تماما ولم يعد هناك إمكانية للعيش فيها حركة نزوح لم نعد يمكن أن نتحدث عن حركة نزوح ولكن من تبقى من أهل الجنوب يخرج من أهل يخرج من الجنوب اللبناني هذا هو الوضع ويعني نبقى الكلمة الأساسية كم تقدر الأعداد التي نزحت الجوانة من أهل الجنوب منذ بداية هذه الحرب نتحدث عن أكثر من مئة ألف شخص عائلات جنوبية تركوا كل منازلهم إذا أردنا أن نتحدث قليلا محمد نتحدث عن ثلاثة قطاعات هناك القطاع الغربي والقطاع الأوسط والقطاع الجنوبي ولكن عندما نتحدث عن القرى الحدودية نتحدث عن القطاع الغربي هناك عشرات القرى الجنوبية التي سويت بالأرض على الحدود وبالتالي ليس هناك أبدا من سكان بداخلها حتى من بقي من السكان في هذه المنازل بقي ربما لأن ليس لديه مكان آخر يذهب إليه أو لأنه يريد أن يتحدى ويبقى في أرضه ولكن نتحدث عن أكثر من مئة ألف جنوبي نزحوا إما باتجاه مناطق في الجنوب صور وغيرها وإما باتجاه بيروت جزء منهم للمفارقة جزء منهم كان نزح إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وبعد اغتيال فؤاد شكر وكل التوتر الذي ساد بعد تلك المرحلة حتى أن أهالي الجنوب الذين ذهبوا إلى الضاحية تركوا الضاحية وبدأوا يبحثون عن أماكن أخرى قد تكون ربما أكثر أمنا في ظل كل هذا التوتر وكل هذه التهديدات محمد ماذا عن رد الفعل الرسمي اللبناني حول الاتصالات الدبلوماسية والدولية لمنع الانزلاق المنطقة ولبنان إلى حرب مفتوحة إذا أردنا أن نتحدث بصراحة مطلقة وبعيدا عن أي مزايدات يمكن أن نقول أن هناك تخبط سياسي كبير في لبنان لماذا نقول هذا الأمر؟ لأنه ليس هناك أي قرار بكيفية تجنيب لبنان هذه الحرب كل ما يجري وبشكل مباشر هو اتصالات يقودها بشكل منفرد يقودها بشكل منفرد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب كانت تعويل الكبير على دور واشنطن وإمكانية أن تضغط على نتنياهو لكي تهدأ حدة الاشتباكات جنوبا أو لكي لا يشن حرب على لبنان ولكن كل ما نشهده اليوم هو فقط اتصالات ديبلوماسية ومحاولات لتجنيب لبنان حرب لا يستطيع مواجهتها حتى وليس بمقدوره احتمالها ولكن على أرض الواقع قرار الحرب والسلم ليس بيد الحكومة اللبنانية وهذا واضح منذ اليوم الأول قرار الحرب والسلم هو بيد حزب الله وحتى باعتراف رئيس الحكومة الذي قال أنه ليس لدى الدولة اللبنانية أي قرار بهذا الشأن حزب الله واضح أنه لا يريد أن يكون المبادر بشن هذه الحرب ولكن إذا شنت إسرائيل حرب هو سيكون جاهزا لأن يدافع وأن يقوم بالراد ولكن اسمح لي أن أقول أن الاتصالات الديبلوماسية في هذه الأثناء تتركز بشكل أكبر ليس فقط على تجنيب لبنان الحرب الواسعة لأن الحرب واقعة أصلا وإن كانت فقط على جبهة الجنوب وتتوسع في أيام بالعمق اللبناني ولكن الاتصالات أو القلق الذي يسود اليوم ويتعاظم يوم بعد آخر هو بسبب معضلة التجديد لقوات اليونيفل يعني القلق موجود بانتظار أن يأتي آخر الشهر أو الحادي وثلاثين من هذا الشهر موعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قوات اليونيفل وهنا علمت رؤية أن اتصالات مكففة يقوم بها وزير الخارجية مع الدول المعنية خصوصا فرنسا لضمان التجديد لقوات اليونيفل خصوصا مع الضغط الذي يقوم به الاحتلال لعدم التجديد لهذه القوات سنة كاملة بل الاحتلال يريد أن يخفض هذه المدة من سنة إلى ستة أشهر وأن يدخل تعديلات على مهام اليونيفل خصوصا على تواجدها على الحدود ليتمكن ربما من أن تكون له مساحة أوصى وليضمن أمنه على الحدود الجنوبية محمد من لبنان مرسلة نجوان ناصر الدين كنت معنا شكرا جزيلا لك